الأكيد أن القمة العربية في دورتها الواحدة والثلاثون التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر هي أنا أرى أنها ستكون قمة استثنائية وقمة يتطلع إليها جميع الفواعل على الصعيدين الإقليمي على الخصوص والعربي بالنظر إلى أهمية البلد المستضيف وبالنظر أيضا إلى طبيعة القضايا التي يمكن أن يتم التوصل إليها خصوصا وأن شعار هذه القمة لم الشمل العربي أعتقد أن السياق والزمان وحتى المكان مناسبين للحديث اليوم على فرص وتحديات وأهم الميكانيزمات التي يمكن عبرها ومن خلالها تفعيل العمل العربي المشترك ولم الشمل العربي انطلاقا من معالجة أهم القضايا أو أهم الأزمات وكيفيات الخروج بتصور مشترك جامع بين كل الدول العربية دعما الاستقرار في المنطقة لأننا اليوم بحاجة إلى استقرار أكبر للمنطقة العربية وهو ما يجعلنا أن نقول أن الظرف مواتي والمناسبة تاريخية ومهمة والبلد مثل الجزائر يحظى باحترام جميع الأطراف وجميع الفواعل خصوصا أنه ربما منذ بداية الأزمات أو ما شهدناه من تحولات موقف الجزائري ظل وما زال مشرفا على اعتبار أنه الجزائر لم تستثمر في الأزمات التي شهدتها المنطقة الجزائر تبنت مواقف محايدة وداعمة لأهمية الحلول السياسية في أغلب البؤر التوتر أو الأزمات التي شهدتها خصوصا المنطقة العربية وهو ما يجعل يعني خلينا نقول أنه فيه مؤشرات وفيه يعني معطيات إيجابية تقول أنه القمة مهمة بالنسبة للمنطقة العربية